السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا تصميم جميل جدا وتحفى في حجم انتهى الجمال. ناس كتير بتحب تجرب الكيكات في الشكل ده. فكان عندها آآ خوف وانطراب ان ازاي نعمل كيكة بجميلة كده وبالتفاصيل دي. هقول لكم الكيكة دي تفاصيلها ودرجة اللون دي ازاي نطلحها. تنفع عيد ميلاد. تنفع خطوبة. تنفع اي مناسبة عندك. تابعيني وهنشوف التفاصيل. اول حاجة انا عند الدسك ده مقاس اربعة وعشرين. آآ اصفة مقاس تمانية وعشرين. هو كبير قوي شوية عن الكيك. بس انا اللي كان موجود عندي. الكيك كان مقاس عشرين. خبزت الكيك ده. آآ المفروض ان احنا بنخبز الكيك قبلها بيوم. بس الكيك دي انطلبت في نفس اليوم. بس كان معي وقت ان انا اشتغلها. فما كانش عندي مشكلة ان انا قبل. آآ خبزت كيك مقاس عشرين. آآ بنصف كيلو على معلقة محسن جل. انا الكيك الحلل او القلب اللي انا بخبز فيه هو المرتفع. انا عايزة طبقات كيك مرتفع. فانا كنت محتاجة الارتفاع ده في القلب. آآ خبزت كده نصف كيلو من السبونش. ست بضغط. معلقة محسن جل كبيرة. معلقة صغيرة من الفانيليا. معلقة صغيرة من الخل ونصف كوباية ماء. ضربتهم في العجان حلو قوي. وشغلت الفرن على درجة محرارة مية وتمانين عشان يسخن لكون جاهز. آآ بعد ما جهز معي الكيك حطيته في الصينية. مبطنة الكوع بتاعي بورقة زبدة. ودخلتها آآ الفرن قعدت معي ساعة. طلعتها من الفرن سبتها تبرد وبعد كده فرغت الجوانب بتاعت الكيك وطلعتها. واي آآ جوانب بتكون لونها غامق بنقشرها. بعدين انا سبت زي ما احنا شايفين وقطعت الكيك طلعت معي اربع طبقات حلوين جدا مرتفعين. آآ سبتت اول قعدة وبتديت اشرب الكيك بتاعي بالشربات الخفيف. وقلنا قبل كده السيرب الخفيف او الشيرة. آآ بنعمله بكوباية سكر كوبايتين مية يغلو غالوة على النار. بعد كده بنطفي ونحط رشة فاناليا. واول ما يبرد من استعمله عادي جدا في تشريب الكيك. آآ بعد كده اضفت الكريمة ووزعتها والحشوة اللي كانت عندي كريمة فراولة. لذيزة جدا الحشوة دي. واخر ديسك اماعية زي ما احنا شايفين بعد ما وزعنا الطبقات شربته بالسيرب. وهنا هبدي بس تغطية بسيطة من الكريمة عشان تحبس لي الفوتات. وهمسح القعدة بتاعتي وهاشتغل على طول. الكيكة زي ما قلنا كانت مطلوبة في نفس اليوم بدرجة اللون الجميلة دي. وهقول لكم دلوقتي شكل آآ العميلة طلبت مني الشكل اهو. ده اللي كان متوفر عندي فيه ادوات فيه حاجات كانت موجودة على الكيكة مش كانت متوفرة. فانا قلت لها النهاردة كان يوم اجازة وفيه محلات قفلة. فانا مش هقدر اشتري حاجات آآ من برة دلوقتي. اللي موجودة عملتي به فهو اداني نفس الشكل على فكرة. تعالي نتكلم على درجة اللون الكيك نفسه كانت درجة الكريمة مش كانت البيضة. لو تلاحظوا دلوقتي اللي موجودة على الكيك غير اللي انا بجلس فيه دلوقتي. الكريمة البيضة ضفت عليها نقطة من البني عشان يديني الدرجة اللي هي اغمق شوية من الابيض البيج. وابتديت ان انا اجلس بيها بالشكل ده. طب درجة اللون الازرق الغامي قوي اللي تحت دي عملتيها ازاي? انا اضفت على الكريمة البيضة آآ لون ازرق لون طعام جل عليهم آآ نقطة من اللون الاحمر. وفضلت اضيف خطوة بخطوة لحد ما وصلت للدرجة اللي انا آآ اللي انتم شايفينها دي نفس الشكل اللي في الصورة آآ عايز اقول لكم انه بيبقى فيها آآ عملاء بيطلوبوا اقول انا عايز نفس درجة اللون. فانا كنت حريصة جدا على النقطة دي ان درجة اللون تطلع زيها بالضبط. فكانت نقطة من اللون الاحمر بضيفها تدريجي على اللون الازرق. انا اضفت الازرق عادي جدا آآ بمقدار معلقتين تلاتة كريمة كده لانه كمية الكريمة اللي انا هضيفها تحت على حواف الكيك من الجوانب من تحت مش كانت كتير. فانا بضيف تدريجيا ودي اول حاجة عملتها بعد خفز الكيك ان انا اخمر اللون ده. زي ما احنا بنخمر اللون الاحمر والاسود عشان يدينا درجة مزبوطة. انا اول حاجة عملتها هي درجة اللون دي وسبتها في التلاجة عشان آآ تغمق معي وتديني الدرجة الصح. آآ بعد ما بجلس بالشكل ده الكيك من الجوانب آآ زي ما احنا شايفين عملت بالسكرابر بتاعي من الاطراف. واي اماكن فيها نقص من الكريمة هضيفها دلوقتي. وهرجع اجلس لحد ما اخد شكل آآ سطح الكيك املس وناعم. ولسه دلوقتي هنكمل مع درجة اللون اللي تحت. آآ زي ما قلنا في حاجات كانت مطلوبة في الكيك دي. الماكرون مسلا كتزيين النهائي في الشكل من فوق. بس مش كانت متوفرة دلوقتي ومش هاضر ان انا اطلع اشتري من المحلات. كان يوم اجازة. واغلب المحلات بتكون افلة. فانا هعمل آآ بديل للماكرون اللي انا هضيف آآ فديرو روشي. فالعميلة ما كانش عندها مشكلة هي صراحة او المناسبة اللي كانت عايزة تحتفل بها جات مفاجأة. فانا كمان كنت متعاونة معها ان هي الوقت دايق. آآ ان انا هنجز لها بصراحة الكيك كشكل وطعم. آآ تكون راضية عنه. فابتديت بقى ان انا اشتغل على نقطة اللون. ان انا عايزين بقى لدرجة اللون تكون صح والشكل ان هيكون ممتاز. آآ هنا هنرجع بقى للكيك ان انا بجلس الكيك عشان يديني السطح الاملس الناعم اللي احنا شايفينه ده. ووصلت خلاص للدرجة اللي انا عايزها. الكريمة عندي هنا ما شاء الله درجة اللون في متها الجمالية. انا عايز اقول لكم ان على الطبيعة كانت اروع واجمل. آآ هاخد بالسكرابر وهضيف في الكيك من تحت. انا مش حريصة بقى انها تكون مرتفعة او نزلة او على مستوى واحد. انا الكيك كانت فيها تمويجة او ديزاين اللي ما ابعوط لي. كان فيه تمويجة طالع نازل مش تمويجة اللي احنا نعملها بالسكرابر. لا درجة اللون كانت طلعة شوية ونزلة شوية. فكان فيها شكل حلو جدا. انا بصراح حبا. زي ما انتم شايفين ابتديت ان انا عمله كده. آآ حبة فوق وحبة تحت. هنوزعه بالسكرابر بالشكل ده. وهنجلس تاني بالسكرابر بتاعنا. بس انا من وقت للتاني بغسله علشان يطلع معي الكريمة سطحها املس ونعم وحلو بالشكل ده. آآ الكيكة دي تنفع بقى عيد ميلاد تنفع خطوبة تنفع اي مناسبة آآ تقداري تعمليها بشكل حلو جدا. انو انت بقى ست بيت ولا انت آآ آآ صاحبة مشروع تقداري تعمليها بكل سهولة. شايفين انا هنا بقى ابتديت ان انا يعني ادمج الابيض مع اللون عشان خاطر يبقى فيه تناصب كده وشكل حلو فيه. وهرجع عامل بالسكرابر من وقت للتاني اغسله علشان يديني السطح الاملس النعم. وبكون حريصة ان انا ما ضغطش قوي علشان قاطر درجة الكريمة البيضة من تحت ما تبانش. آآ ابتديت بقى اشيل الكريمة الزيادة اللي تحت اللي على البورد وهمسحها كويس جدا قبل ما دخلها التلاج. آآ لانها لو لزقت بتبقى صعبة واحنا بنمسحها بعد كده آآ لما تنشف. آآ خلاص الكيك ما فيهاش تفاصيل كتير. يعني كانت آآ اسهل كيك ممكن اعملها ان اعمل وقت كان بسيط. بس الحمد لله انا يعني لما يكون حد عزيز علي قوي ويطلب مني اردر آآ مستعجل وفيه وقت بصراحة بشتغله. لكن ما فيش وقت ان انا اطلع حاجة وانا راضي عمناه. فبصراحة بعتذر. آآ خلاص انا هنا اخدت الاطراف الكيك من فوق الجوانب. وهخلي السطح كمان املس ونعم وشكل حلو قوي من فوق بالشكل ده. وهبتدي ان انا ايه احط الشكل النهائي او الاشكال اللي هتكون فوق. لكن اشكال موجودة عندي اللي هي الكراط اللونها دهبي دي. آآ ده بيكون آآ منظر يعني او شكل كده بيدي آآ حاجة كده حلوة قوي على الكيك. يعني انا هنا بيجيني هو بالشكل ده. انا بشتريه مستلزمات الحلويات. وببتدي ان انا اغلف الاسلاك بتاعته دي آآ بالنيلون. علشان خاطر راحية هتدخل في كيك وكريمة والناس هتاكل منها. فانا حريصة ان هي تكون يعني متغلفة. في ناس تانية بصراحة بيحطها مباشر. بس انا انا مكان آآ حد هاكل من الحاجة دي فلازم اكون حريصة انها تكون صحية وكوية. وزعت الكراط الدهبية دي. وابتديت ان انا احط الفرير ورشيه دي كانت مكان الماكرون اللي مطلوب على الكيك. وهوزع عليها ورق آآ الدهب اللي هو آآ الورق الدهب اللي هو قبل الاكل بنشتريه برضو مستلزمات الحلويات. انا هنا ضفت بس نقطة من الكريمة على القعدة عشان تمسك لي الفرير ورشيه اللي هتكون تحت. تكون متماسكة ما تقعش يعني من على القعدة. وهوزع بقى ورق الدهب دلوقتي اللي هو قبل الاكل على الكيك. آآ هو كان فيه آآ نزلة كده من الورق الدهب كده على الجوانب. وهوزعها بالشكل ده. الاسكرابر هسبتها على الكريمة بتتمسك بكل سهولة. وكمان كان في آآ سبرينكل. هوزعه برضو على الكيك دلوقتي وهنشوف الشكل النهائي. آآ تصميم بسيط جدا. آآ لو انطلب منك زي ما قلنا ينفع بقى خطوبة عيد ميلاد. فكانت العميلة طلبها لعيد ميلاد اختها. وكانت مفاجأة جميلة جدا وانبهرت بكيك كشكل وطعم. قالت نفس الشكل اللي انا كنت عايزاه مش مشكلة اختلاف انه ماكرون او فرير ورشيه. فالفكرة ان هي درجة اللون بالمنظر الجميل ده كان آآ بجد مبهر. وزعت الورق بالشكل ده على الكيك وكمان هحط السبرينكل. وكان آآ توبر الموجود اللي هو هابي بيرس دي. آآ الموجود كان عندي آآ لونه فدي. فكان نفسي يكون لونه ده بي عشان يجيء مع الكيك. بس هو برضو الفدي كان لايق مش باين درجة الفدي قوي. آآ وكمان كان مطلوب كتابة الاسم فكتبت الاسم بيع جنة السكر بالقطعة بتاعة الاحرف. كتبت اسم تاج وثبته على الكيك من فوق. آآ العميلة طلبت ان هيكون محطوطة على الكيك من فوق. فانا اضفت الاسم بالشكل ده من فوق. سبرينكل بقى لون دهبي. وابتديت اوزعه آآ بفوق وتحت حاجة كده بسيطة. يعني الكيك بسيمبل وبسيط بالشكل ده. ما نحاولش ان احنا نزود فيه التفاصيل علشان خاطر ما يغيرش الشكل. آآ هنا بقى هحط الطوبر بتاعي. هابي بيرس دي. وكمان هسبت العجينة السكر اللي هو الاحرف باسم تاج على الكيك من فوق. آآ عايز اقول لكم بقى نقطة آآ نتعلمها مع بعض. النقطة انه لو انتي هتحط عجينة سكر باحرف صغيرة زي كده سحاول ان انت تثبتيها بخلة سنان آآ على سبتي الاحرف بخلة سنان وثبتيها على الكيك. هتطلع معيكي آآ كويسة ومتمسكة. لكن انا بصراحة العجينة ما اخدتش وقتها عجينة السكر ما اخدتش وقتها ونشفت. فانا كمان حطتها مباشرة على الكيك. فده كان نقطة انا مش مستحبة فيها ان انا اطلعها. بس عايز اقول لكم ان هي وصلت آآ ممتازة وكشكل حلو قوي. ده كان شكلها النهائي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. اطيب الوصفات مع نوفا ان شاء الله كل جديد. باي باي.